طيب هل تغيير الفصول الأربع لي أي تأثير على تسارب الغلاف الجو الأرض؟ هو حقول لحادثك على حاجة أولاً إحنا عندنا زواهر مناخية بيتيجي زي النينيو والنينيا دي بتيجيب واحدة بيجيب أمطار كتيرة وحرارة كذا والتالية بيجيب برد يعني بروضة دي موجودة ولكن شدتها زادت بسبب التغيرات المناخية فبتأثر على الفصول الأربع بمعنى إن مصر مثلاً وإحنا صغيرين نقول حر جاف صيفاً دفيق ممت الشتاء إحنا لازم نعيد النظر في المناخ بتاع مصر ليه؟ لأن بسبب أن الفصول تغيرت الحر حيبقى أشد حرارة أنا آسف الصيف حيبقى أشد حرارة والشتاء هتبقى أكثر بروضة ووابتها ده حسب السيناريوهات الموجودة وحسب اللي احنا بنشوفه دلوقتي أنا بنشوف تغيرات فعلاً جوية مش هنقول مناخية مناخية بتاخد فترات زمنية متابعة لكن الجوية بتشوفها اختلف وبالتالي الفصول الأربعة أنا شايف إن معادش بقى حكاية الفصول الأربعة موجودة قوي إحنا الفصول بقت كلها مفتوحة على بعضها صحيح هم بقوا فصلين والله يا دكتور طيب أعايزة أسأل حضرك على حاجاني حضرك خلال حديثك قلت قضية موجودية ويعني يمكن إحنا بنحس التغيرات بشكل إلى حد من مش قوي يمكن حسب الأبحاث والدراسات أكتر بيبان بشكل أكبر لكن خليها فمن حضرك لو فضلنا ماشيين بنفس المعدل شكل الأرض هيبقى عمل إزاي طيب هو يفرد فيه عندنا حاجتين فيه عندنا حاجات تأثيرات سريعة وقتية حالية زي مثلا اللي بيجي الحرائي بتاعت الغابات مثلا في أوروبا الفيضانات اللي بتحصل دي السريعة الحرائي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وفيه حاجات هتحصل طويل زي ارتفاع مستوى سطح البحر ده هياخد وقت اللي هو زوابان القطب الشمالي والجنوي برضو بتاخد وقت الجفاف بعض البحار أو بزبط فالأنهار ففيه حاجات إحنا دلوقتي بنشوفها وفيه حاجات لسه حدبت اللي ماشي يحرضك إن إحنا في اتفاقية باريس 2015 قالوا إن إحنا عايزين نخلي درجة الحرارة بتاعة الكوكب المتوسطة لا تزيد عن درجتين ولكن يا ريت ودي موجودة في الاتفاقية يتبقى واحد ونصف درجة للأسف الشديد إحنا وإحنا بنتكلم دلوقتي درجة حرارة الأرض المتوسطة زادت إلى واحد ونصف درجة فإحنا بنتكلم على حاجة على عشرين أربعين وعشرين خمسين النهاردة في عشرين أربعة وعشرين إحنا وصلنا لها فعلشان نعمل ريفيرسل عشان نعمل إن إحنا نعكس هذه الدورة لازم نشغل جامل جدا ولازم نبتدي من بارح مش هنبتدي بكرة نبتدي فورا مجتمع الدولي الكثير من الإرادة السياسية مطلوبة على مستوى المجتمع الدولي ولازم يبقى فيها عدالة مناخية ما نطلبش الدول النعمية التي ليس لها باع في هذا الصدد إن هي ما كانش بسؤولة في هذا الضرر إن حردك بالطلبية إن إحنا نقلل انبعاثاتنا ونعمل يعني حنقلل انبعاثاتنا ومشيين في هذا المضمار ولكن يجب نحمي نفسنا ونحمي الأجيال الجاية من التأثيرات التي هتغلطت مناخي طيب قلنا أن التسارب الغلاف الجوي من الممكن أن يؤدي إلى تقلص الأرض ترجمة نانسي قنقر